السلام عليكم ورحمة الله معكم ناصر قربي من قناة انجريش تيوب في هاي الحلقة باذن الله راح نحكي على برنامج كتير قوي وفعال وبيساعدك في حفظ الكلمات اه وطبعا هالبرنامج اه له اصدار على الكمبيوتر كبرنامج واله ااب على الموبايل وراح نشوف شون راح ننزله على الكمبيوتر ونشتغل عليه وشون راح نربطه بالاب تبع الموبايل بنفس الايميل في حيث انه اي تغيير بيصير على الكمبيوتر كمان بيصير على الموبايل والعكس صحيح طبعا راح نتلاقي اللينك تبع البرنامج بتحت الفيديو اه بناخده نحن مع بعض هنشوف شلون راح ننصب البرنامج طبعا هذا اللينك اخدناه راح نعلى على على الويب تمام جرد انت حطيته هون ضغطت بيطلع لك الصفحة هاي تضغط على داولود هون داولود انكي فور ويندوز طبعا بس نزلته انا لانه نزله يعني ومنصبه فما راح نزله مرة تاني فموضوع سهل بتتنصبه متل اي برنامج عادي بتكتب في الايميل وبعدين بتبدأ تشتغل عليه بتطلع لك هون على السطح المكتب تمام طبعا عندك راح يطلع انا شوف هون يعني مستعملوا لبحفظ في شهرات كتير سواء كدراسة تمام او انا عم تعلم التركي هلا فكاتب فيه كلمات وعكسها جمل اه شلون تسأل كل شيء افعال صفات تمام فنحن مثلا اه بدنا نكتب اه نعمل مثلا هون بيقولك create dec dec معناها انه اه يعني مجموعة كروت مع بعض ان ان انت بدك اه تحفظن فاذا شوفنا هم مثلا نحن خليها نكتب الافعال الشاردة تمام انها اوكي بعدين بنضغط هون مسلا الافعال الشاردة طبعا ستكون فاضي اه نحط فيها مساء مثلا مي وضع where تمام والمسان add take took بي boat go point انها close فصار هن عنا اربع افعال افعال تمام طبع انت لما بتروح مثلا على المجموعة راح تلاقي موجودة هون بس فتحت مثلا اه بغط على افعال الشهادة بلك study now فنحن ندرس بنشوف مثلا بيعطيك المصدر وانت راح هون مثلا تتذكر تحاول تتذكر الماضي اه ذكرت تمام ما ذكرت بتشوف مثلا show answer بيعطيك was and where تمام اذا انت عرفته تمام بتقول له easy اه صعب فبتقول له good يعني بعد عشر دقائق برجع بجملك اذا مثلا اه صعب كتير بتقول له again بعد دقيقة بجملك مرتين فانا انا مثلا بترحقول له easy بيطلعنا مثلا go نفس الشيء مثلا قلت show answer اه he went فأنت هون بدك تسويه بعد دقيقة واحدة ترجع لك كمان take تمام to اه الاجابة سهلة مثلا buy boat اجابة سهلة تمام اه برجع لك بحط لك go مرة تاني مشان انت لسه ما عرفته تمام بتقول له مثلا وين انت مثلا عرفته تمام تمام كلهم عبتقول له easy فخلصوا الكلمات ما ضل بيقول لك مثلا congratulations you have finished this deck for now يعني خلص تم مبروك خلصت طبعا هو كل يوم في اليوم اه فيه اعدادات كتير انت بالذكاة تنعاد اكتر ممرة في اليوم بالذكاة كل يومين ثلاثة اه يفتحها فهو مثلا انت اذا اه رحت على ديكس بتجعل افعل الشيء ذا مرة تانية مثلا بتضغط عليه بيقول لك انت اصلا خلصت اه دراستك لليوم فاشوف شغلي تاني فهاي شغلة اللي كويس فيه اه وإله اعدادات كتير نحن بس هاي دورة يعني حلقة تعريفية بالبرنامج وطريقة ربطه بالآب تبع الموبايل وان شاء الله رح نسوي اكتر من حلقة مشان نشوف نحن ممكن نستفاد منه بأقصى حد هلا نشوف شلو نسوي على تمام هلا رح نشوف نحن شلو نشتغل على الاب نروح على play store نكتب هون انكي هاي هاي اطلع لك انكي درويد فلاش كارد تمام نزله طبع لان انا نزل عندي فقالي open تمام فما رح نزله مرة ثانية مجرد تنزله تنصيبه عادي مثل اي اب ومعظمنا ما شاء الله يعني بنعرف ان نزل الاب ومشلون نكتب على الايميل تكتب على الايميل فبينزلك نفس المعلومات اللي نازلة عندك اللي كنت بنزل على الكمبيوتر وتنزل على الموبايل او بالعكس لو بدت بالموبايل نفس الانزل كل شي عندك لو لاحظتم نحن لما هون سوينا المجموعة تربيه الافعال الشاذة وعملنا له مزامنة فعلى طول عطاني اياه هون طيب انا ايش لهم بدأ اشتغل عليه اذا كان عندي فاضي مثلا كما نفس الشي بعطيك فاضي فبتقول هون create deck بتكتب هون مثلا اذا انا مثلا الصفات تمام اوكي تضغط عليها وبعدين منقول له مثلا add نزيد عليه مثلا نحن انه فاضي فبنيجي هون مثلا اه نكتب اه صفة وعكسها مثلا اذا انا اه strong weak بتجوان عطل له تم فا ابي خزنها tall اصلا short خزنها old new new تمام بس انتهيت منه انت بتعمل رجوع فبصير عندك هون الصفات موجودة تمام طيب قبل ما ندرس نحن مثلا انا مجرد كتبتها خلينا نشوف نحن مثلا ممكن نعمله مزامنة هون مثلا نعملنا اه نعمل مزامنة مشان يطلع عندي هون مزامنة طبعا هو يكرفه على الانترنت على الموقع فبتجو ان انت عندك على الكمبيوتر وبتعمله مزامنة كمان اه نزلت نفس انت كتبت ثلاث كلمات نزله هون طب نحن نحن ندرس من من الموبايل نفس الشي بتفتحه بيطلع لك اول كلمة فانت اذا مثلا عرفانها تمام ما عرفانها بتضغط بسلا شو انصر فبتطلع لك مثلا ويك ايزي بسا بعد عشر دهاية وان منت يعني بعد دقيقة وحدة اجين فانت بتقول له مثلا ايزي ما عد بديها خلص شو انصر نيو بيقول لك مثلا بعد عشر دهاية طول طبعا هون اجاب لك اولد على طول انك انت ما في غير ثلاث كلمات انت بتحسن تحط ممكن حتى يعني مميزات تحط حتى مية كلمة طبعا هاي كانت هيك يعني حلقة تعريفية بالبرنامج البرنامج في مميزات كتير اشترون بتنزل صور اشترون بتنزل حتى ال هاي ان شاء الله رح نخصص كمان حلقة مشاهل نشرح اكتر عليها طيب هون انا مسلا لما قلت له شوانصر ايزي طبعا انا هون خلصت يعني مدام هو خلص سكرها معنا انت خلصت كلهم تمام بتعمل هون مزامنة مشاهل ما ترجع بعدين عن الكمبيوتر وترجع تدرس مرة ثانية وبتجي هون كمان لما بتفتح انت تبع الكمبيوتر بتعمله مزامنة تمام بتجي بتفتح تبع الصفات مش انت ما انك متذكر درست ما درست تمام بتفتح و بقول لك اه انت خلصت مضل يعني لبكرة بتدرس مرة يعني فهذا البرنامج بتمنى من الكل يستعمل وهذا انت ممكن يعني تدرس عليه في البيت لما تكون طالع مشوار في الباص بتستنى موعد بتطلع الموبايل بتفتح عليه بتصير يعني تذكر حالك بالكلمات بالافعال بالصفات حتى جمل ممكن تكتب ترجمة بالعربي ترجمة بالإنجليزي يعني له مميزات كتير فيه شارعه اخيرة بس بدي اولى ان انت قبل ما تنام اذا بدك تشتغل عليه في الليل في هون شي اسم الوضع فهذا كويس للعين بيقلب لك الصفحة كلها سودة وخليك الكلمات بس بيض بشي يزعج عينك وبعدين في النهار انت لانك بدك مثلا اضاءة قوية فترجع متى ما هو تمام اتمنى الجميع يكون استفاد من هالشرح وان شاء الله رح متى ما تكرر رح نخص حلقة تانية لحتى نشرح فيه مميزات اكتر عن هالبرنامج وفي النهاية اذا عجبك سلامت الله